مرحبا معكم محمد خلف في هذا الفيديو بدنا نشرح عن طول تعمل summarization للPDF بهاي الطول اللي هي اسمها كأنه nextresearch.ai فيها تعملنا summarization للPDF عن طريق ثلاث أنواع short, summary, medium summary و long summary طبعا هون السبب انه عمل هاي الPDF انه كان ياخذ وقت طويل ليقرار research paper لمبرمج فأعمل هاي الطول هاي الموتيفيشن الو نجرب نعمل add pdf زي كأنك بتضيف email بتنزل pdf اللي بدك تعملها summarization بعد هيك بتشيك عليها بتنزلك هون ثم تضغط summarize pdf بدنا نشوف short والmedium والlong بالبداية بالبداية generating your pdf summary this can take up to one minute فاحنا نوقف عبين ما أو هاي ها جاتنا summarization مش زي التول اللي هي simple pdf اللي جربناه في الفيديو الماضي رح تكون في description link اعطانا السمري عن طريق paragraph مش point نجرب لو اخترنا summarization اكبر اعطانا تفصيل لالها categorization او design زي ما فينا نحكي كان كل شغلة معينة فيدباك اصلا هي الالغورثم تبعت ال ai كل ما زاد دقتها كل ما كانت فائدة لك اكثر بس بدنا نتذكر كمان انه المترجمات مش موجود فانت اذا في لك preferences يعني لك تفضيلات في summarization ما في عنا ولا رقم فهاي كمان ممكن تكون مشكلة تواجهك لو بدك تعمل summarization عن طريق ال ai اذا عندك اي comment على summarization لل pdf tools ممكن تكتب في comment section واذا بدك تشوف زي هيك فيديوهات ممكن تعمل like subscribe نشوفكم في الفيديو القادم